من جديد وللمرة الثانية قضية الفتح المعترض بها على نتائج الانتخابات تؤجل أمام المحكمة الاتحادية لكن ما هي حيثيات التأجيل؟ بحسب المعلن من خلال الإعلام أجلت القضية بسبب تقديم لائحة طعون جديدة من 25 ورقة تتضمن أدلة تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات بحسب ادعاء المعترضين طبعا لكن خلف الكواليس الموضوع مختلف لأن بحسب المصادر التي قالت إن الفتح ومن معه من المعترضين ضمن الإطار سعوا إلى التأجيل هذه المرة لإبقاء ورقة القضاء قائمة أثناء مفاوضات الكتل السياسية التي بدأت وقبل المصادقة على النتائج حيث تشير ذات المصادر إلى أنه حتى قضية المصادقة على النتائج ستكون مرهونة بالتوافقات السياسية بين الفائزين والخاسرين حتى الوصول إلى حكومة ترضي قوى الإطار المعترض على النتائج فهذه غريبة وأول مرة نسمعها اليوم كتل الإطار تشترط على أن يكون رئيس الحكومة المقبل متدين وكأن القضية خطبة لعرس مو إدارة بلد لمدة أربع سنوات عموما هذه مؤول مرة الإطار يتدخل بقضية تشكيل الحكومة حيث مرة نسمع أنهم يسعون إلى التوافقية والمحاصصة وأخرى مشاركة جميع القوى باختيار رئيس الوزراء وكابنته الوزارية ومع هذا أكون طبخة تحالفات تنطبخ على نار هادئة من قبل الكتلة السنية والكردية هل ستخرج بحكومة أغلبية فائزة أم للإطار وتحديدا الفتح رئيس ثاني من خلال القضية المطروحة أمام الاتحادية